السلام عليكم اهلا وسهلا بكم في كورشي جانا انها هفدا هنعمل مع بعض شاء المسلس بشكل جديد وغفزة جديدة وشكلها حلو اوي هنمشي خطوة بخطوة وان شاء الله تعجبك الخيوط المستخدمة انا هستخدم اليز انجورا جولد وكمان هستخدم معاه ابراه رقم اثنين ونص يلا بنا نبدأ بس قبل ما نبدأ يا ريت تدعمينا بلايك وشيبوا لو جديدة معانا تشتركوا في القناة وتفعال الجواس عشان يوصل لك كل جديد ان شاء الله نبدأ بسم الله اول حاجة هاعملها عقدة البداية بعد كده واحد اثنين تلاية اربعة خمس خمس سلاسل ببوحها لاول سلسلة باسحب الخيط وبخرج بمنزلق كده انا قفلت الدايرة بوادي خيط انها الدناشة نشتغل عليها بعد كده باب دفع سلسلة واحدة ومن داخل الدايرة وباخد خيط البداية معي اشتغل اول وابزة حشو التانية نفس الفرار باخد التالتة واببع والخمسة والستة والسبعة واخد واحدة تمنى يبقى اشتغلت من داخل الفرار تمانية حشو بروح على اول جرزة حشو باسحب الخيط وباخد منزلق كده قفلت الدوابق الاول هقص الخيط اشتغلت عليه خلاص بعد كده واحد اتنين تلاتة سلسلة وده هاتبوا اول عمود معي في الدور الثاني سلسلة كفرار لفع الابره وعلى الجرزة التانية على طول هدخل هدخل واسحب الخيط واخد تانية عمود سلسلة كفرار لفع الابره الجرزة بقم تلاتة سلسلة وباخد في الجرزة بقم اربع عمود سلسلة لفع الابره الجرزة بقم خمسة سلسلة كفرار وفي الجرزة بقم ستة باخد عمود سلسلة لفع الابره الجرزة بقم سبعة باخد عمود سلسلة الجرزة بقم ثمانية باخد عمود سلسلة وبذهب في سلاسة الابتفاع بعد واحد اثنين وثالث سلسلة بعدخل وبياخد منزلق كده أنا قفلت الدور بعد كده من داخل الفراغ الأول بأخذ منزلقة أرتفع واحد اتنين تلاتة سلسلة لفع الأبرة من نفس الفراغ بنزل وبسحب الخيط أول مرة تاني مرة التالتة أربعة خمسة ستة سبعة لفع الأبرة بأخذ منهم كلهم بأقفل عليهم بسلسلة بالشكل ده لعملت بفع من سبعة سحبات بوسع الخيط شوية بالشكل ده لفع الأبرة بأسحبه من الحلقة اللي أنا وسعتها ببجع تاني أدخل من الحلقة ديت أسحب الخيط وأخذ حشو بقت عندي العقدة بالشكل ده بأسحب الخيط تاني بروح بالإبرة بسحب الترة في الخيط الأصلي من الحلقة اللي أنا عملتها ببجع للحلقة اللي أنا مسكها بسبوعي ديت أخذ منها حشو بالشكل ده عملت عقدتين بأخذ لفع الأبرة وبنزل تاني فراغ بسحب الخيط أول مرة اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة وبعد الخيط بالشكل ده لفع الأبرة وبخرج من كل اللفات اللي عندي وبقفل عليهم بسلسلة كده عملت تاني بوف بوصع الخيط بالشكل ده شوية بسحب الطرف بتاع الخيط من الحلقة اللي أنا واسعتها بدخل في الدايرة اللي أنا عملتها بسحب الخيط وبأخذ حشو بوسع الخيط تاني أنا بسبتها كده عشان الخيط ما يجيش عليها ويعمل لي حلقة بالشكل ده بدخل من الحلقة وبأخذ حشو كده عملت العقدة التانية لفع الابا على الفراغ وقم ثلاثة باسحب الخيط واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة بعد الخيط بالشكلة ده شايفة بشد العقدة فيتزبط الخيوط على الابا وبمسك البف كلها بصبوع كده لفع الابا بخرج من الحلقات اللي عندي كلها وبقفل عليهم بسلسلة كده عملت تلاثة بف بوسع الحلقة شوية باسحب الخيط الأصلي من الحلقة بدخل من الدايرة دي باسحب الخيط وباخد حشو باسحب الخيط تاني اوسعه باسد بالطرف الخيط ده شان مقفلش عليه وباسحبه من الدايرة بعد كده بدخل وباسحب الخيط وباخد حشو كده عملت العقدتين لفها الإبرة وعلى الفراغ رقم 4 هيوخد البف من 7 سحبات هكرر في كل فراغ اخد بف ما بين كل بف و بف عقدتين بالشكل اللي احنا شفناه هخلص الدوب الثالث ونرجع تاني أنا كده عملت البف رقم 8 وكمان عملت العقدتين في النهاية بعد كده عشان أقفل الزهرة بتاعتي برفي قفلت البف بدخل واسحب الخيط وبقفل بمنزلك وكمان هياخد سلسلة واقص الخيط بقيت عندي الزهرة بالشكل ده دلوقتي هنشوف ازاي بنشبك الوحدات أنا كده اشتغلت زهرة جديدة اشتغلت كان بف واحد اتنين تلاتة اربعة خمس ووقفت عندي خمسة عشان أبدأ أشبك بعد كده بأوسع الحلقة بالشكل ده وبسحب منها الخيط بعد كده بدخل في الحلقة اللي أنا عملتها واخد حشو كده أول عقدة بروح هنا في أي فرار من اللي انت شايفاهم دولت من على ضهر الشول هنا عندي وببزيط حشو ما بين العقدة والعقدة بدخل فيها بالشكل ده وباسحب الخيط وباخد بمنزلق بعد كده بأخد سلسلة بوسع الحلقة بالشكل ده باسحب الخيط من الناحية التانية بعد كده بدخل في الحلقة وبياخد حشو كده أنا كملتهم بابجع بقى للوبزة بتاعتي تاني اسحب من الفراج اللي علي الدول وبوبزة تلبف رقم ست اتنين تلاياتة اربعة خمسة ست واخد واحدة سبعة بعد كده نلفع الابرة بخرج منهم كلهم بقفل عليهم بسلسلة بوسع الحلقة بالشكل ده باسحب منها الخيط بعد كده بدخل من داخل الحلقة بأخد حشو هنا هبروح للزهرة انا كنت شبكت ديت يبقى اللي بعدها دي منها نضح بالشولة بالشكل ده من داخل وبوبزة الحشو اللي ما بين العقدة والعقدة بدخل وباسحب الخيط وبخرج بمنزلق بعد كده سلسلة بوسع الحلقة بالشكل ده بسحب منها طرف الخيط بعد كده من داخل بداية بأخد حشو أبجع للزهرة بتاعتي لفع الابرة والفراج اللي عليه الدور بأخد فيه البف واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة قد كده اللفة اللي بقى باخد منهم كلهم بقفل عليهم بسلسلة بوسع الخيط بالشكل ده وباسحب طرف الخيط من داخل الحلقة بادخل وباسحب الخيط وباخد حشو احنا كنا شبكنا دي بعدها دي يبقى لعليها الدور دي بدخل وبابروح كده عندي الحشو اللي ما بين الأقضاء والأقضاء من على ضحب الشو بدخل وباسحب الخيط وباخرب بمنزلق بعد كده سلسلة بوسع الحلقة بالشكل ده باسحطها في الخيط بدخل مني الحلقة باخد حشو افجع للزهرة بتاعتي لفع الابر اخر فرار باخد فيه اخر بف واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة لفع الابر باخرج منهم كلهم بقفل عليهم بسلسلة بوسع الحلقة بالشكل ده باسحط طرفي الخيط من داخل الحلقة باخد حشو بوسع الحلقة تاني باسحط طرفي الخيط من داخل الحلقة باخد حشو ابروحة لأول بفق خطها بدخل وبياخد منزلق كده أنا قفلت الزهر وكمان باخد سلسلة وقص الخيط بالشكل ده شبيتنا الوحدتين مع بعض دلوقتي هنشوف دلوقتي تشبيك القطعة الثالثة كده احنا كنا ركبنا الاولى طبعا اول واحدة في الشال بتبقى واحدة كاملة بعد كده شبيتنا واحدة تحتها لازم الدور التاني بتاع الشال المسلس تبقى اتنين تحت الاولى يعني اول دور فيه اول دور فيه واحدة واحدة التاني بيبقى فيه واحدتين ركبنا واحدة تحت الواحدة الاولى والتاني هتبقى هنا هتبقى هنا في الوسط ما بين ديت وديت كاننا عاملين شبكين هنا يبقى هنا وهنا وهنا ديت لأماكن التشبيك الجديدة هنا وهنا وهنا هنشوف دلوقتي هنشبك ازاي ندير الشغل كده عشان نملك ان احنا نشبك احنا قلنا في الوسط هنا وهنا وهنا اشتغلت كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة خمسة باف بعد كده بوسع الخيط بالشكل ده بسحب طرف الخيط التاني من الحلقة اللي انا عملتها باتول وبسحب الخيط وباخد حشو كده عملت حلقة واحدة مش هكملها الى لما اروح عشبك من على ضهر الشور الحشو اللي انا مسكة بيها الواحدتين بدخل فيها وباسحب الخيط وباخد منزلك بالشكل ده بعد كده باخد سلسلة واحدة ويعمل ووسعها بالشكل ده شوية بعد كده بامسك طرف الخيط اسحبه بيبقى عندي دايبة بدخل من الدايرة اسحب الخيط ااخد حشو كده انا شبكة التالتة فيهم بعد كده لفها الابا على الفراغ اللي علي الدور باشتغل البفر بتاعتي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة بشد بالشغل كده لفها الابا باخرج منهم كلهم بقفل عليهم بسلسلة بالشكل ده بوسع الخيط شوية بسحب طرف الخيط ومن الحلقة اللي انا عملتها باخد حشو مش هكمل الحلقة التانية هروح اشبك احنا قلنا في الوسط وفي دي وفي دي من على ضحب الشغل بالشكل ده بادخل في ربزة الحشو اللي بين الحلقة والحلقة باسحب الخيط وبخرج بمنسلك وباخد سلسلة وبوسع الخيط شوية عشان اعمل العقدة بتاعتي كده اشتغلت العقدة التانية اروح ااخد لفها الابا وعالفراج اللي عليه الضرب ااخد البف واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة سبعة سحبات بعد الشغل بالشكل ده وبشده لفها الابا بخرج منهم كلهم بقفل عليهم بسلسلة بعد كده بوسع الحلقة شوية باسحب طبا في الخيط بدخل في الحلقة اسحب الخيط واخد حشو مش هعمل العقدة التانية احنا قلنا هنشبك في الوسط وهنا وهنا اقلب الشغل على ضهره بالشكل ده وادخل في الحشو وادخل في الحشو اللي بين العقدة والعقدة اسحب الخيط واخد منزلك بعد كده سلسلة بوسع الخيط شوية اروح لطرف الخيط واخد من داخل الدايبة حشو كده عملت العقدة التانية لفها الابا بابروح اخر فرار في الزهرة بتاعتي وباسحب الخيط اول مرة التانية التالتة الرابعة الخمسة الستة لسابع مرة بعد كده لفها الابا بخرج منهم كلهم وباقفل اليوم بسلسلة بوسع الخيط بالشكله دا شوية باسحب طرف الخيط ومن الحلقة اللي انا عملتها بياخد حشو connais اوسع الخيط بالشكله ده اسحب طرف الخيد ومن الحلقة اللي انا عملتها بياخد حشو بابروح واقفل الزهرة بتاعتي في عفلة البف الأولى بمنزلقة وكمان باخد سلسلة وقص الخيط كده بدأ يوضح معنا شكل مسلس شايفه دلوقتي هنعمل إيه؟ هنعمل الدور الثالث والدور الثالث بتكون من ثلاث وحدات وحدة تحت الأولى وحدة تحت الثانية وحدة زيادة هنا يعني كل دور بنكبر الشال بوحدة زيادة الدور الأول وحدة وحدة الدور الثاني وحدتين الدور الثالث ثلاث وحدات الدور بربع أربع ورحدات لحد ما بتوصلي لطول الشال اللي انتي عايزها دلوقتي هنركب الدور الثالث وبعد كده انت هتشتجلي الشال بكل سهولة ان شاء الله انا كده اشتجلت الوحدة الجديدة فمس ورز من البف بالشكل ده بعد كده بتوسعي الخيط شوية بالشكل ده بتسحبي طرف الخيط وبتعملي العقدات بتاعتك هنا اماكن التشبيك هتبقى فين؟ هتبقى الحشو اللي ما بين الوحدة والوحدة اللي هي دي وهنا وهنا يبقى هنبدأ بديه هلف الشغل بالشكل ده وهاجي من على ضحب الشغل بادخد بالشكل ده في الحشو اللي ما بين ديته دي باسحب الخيط وبخرج بمنزلك بعد كده باخد سلسلة بوسعي الحلقة شوية باسحب طرف الخيط بعد كده من داخل الحلقة اللي انا عملتها باخد حشو كده عملت الوقت بتاعتي لفها على الابرة بابجي على الزهرة بتاعتي تاني الفراغ اللي عليه الدور باشتغل البف بوسع الخيط شوية بجيب طرف الخيط هعدي من الناحية التانية بعد كده بدخل الحلقة وباسحب الخيط وباخد حشو نوع بقى تاني اللي بتشبيك هنا من على ضهر الشور الحشو اللي ما بين العقدة والعقدة بدخل باسحب الخيط وباخد منزلك بعد كده باخد سلسلة اوسعي الخيط شوية اسحب طرف الخيط بعد كده من الحلقة اللي عملتها باخد حشو كده عملت العقدة التانية لفها على الابرة بابجي على الفراغ اللي عليه الدور وبعمل بف واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة لفها على الابرة باخد منهم كلهم بقفل عليهم بسلسلة بوسعي الخيط جوية باسحب طرف الخيط عمل العقدة بتاعتي الاولى ومش هعمل التانية هبوح تاني للتشبيك المكان اللي احنا محددينه هقل بالشغل كده من على ضهب الشغل بادخل في الحشو اللي بين العقدة والعقدة وباخد منزلك وسلسلة وبوسع الحلقة بالشكل ده بعد كده بعمل العقدة التانية لفها على الابرة بابجع بقى للفراغ الاخير وباخد البرف الاخير وبقفل الزهرة بتاعتي بنشوف اماكن التشبيك يبقى هنكمل الزهرة هنا بعد كده هنشتغل الوحدة الجديدة وهنركبها هنا هاقفل الزهرة دي وكمان اشتغل نص الزهرة الجديدة ونرجع عشان نشوف تركبها دلوقتي احنا هنشبك القطعة الجديدة هنا هنحدد الاول لازم تحددي انت هتشبكيها في كام جهة الاول احنا عندنا هنا وهنا تانية وهنا في الوسط لما بين التلاتة دول وبعدين هنا وبعدين هنا يبقى هنشبك في كام جهة واحد اتنين تلاتة اربعة خمس يبقى احنا عايزين نشبك في خمس وحدات فانا اشتغلت اتنين برافة بس بعد كده بوسع الكيد بالشكل ده وبعمل اول عقدة عشان نبدأ نشبك لازم اول واحدة دي فاحنا هنلف الشغل كده عشان نقدر بنملك ان احنا يبقى قدامنا الشغل ونشبك ومن على ظهر الشغل هبدأ باول واحدة اللي احنا حددناها بدخل في الحشو اللي ما بين العقدة والعقدة وباسحب الخيط وبياخد منزلك بعد كده سلسلة واحدة بوسع الخيط شوية وباخد العقدة التانية بتاعة الجبسة عملت العقدة التانية لفع الابرة بابجع للفراجب بتاعتي واشتغل البفر من سبع سحبت واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة بعد للشغل بالشكل ده لفع الابرة بخرج منهم كلهم باقفل عليهم بسلسلة باوسع الخيط شوية وبعمل اول عقدة عملت اول عقدة مش هعمل التانية الا لما راح اشبك في المكان الجديد منها لضعه بالشغل الحشو اللي ما بين العقدة والعقدة باسحب الخيط وباخرق بمنزلك بعد كده سلسلة وباوسع الشغل شوية بعمل العقدة التانية بالشكل ده لفع الابرة بابجع للفراج بتاعي اعمل البف بعد كده باوسع الخيط جوية وبعمل اول عقدة بابع اشبك في المكان التالت اللي احنا محددينه اللي هو اللي ماسك التلات قطعة اللي هو بتاع الوسط اهو الحشو اللي ما بين التلات قطعة بدخل وباسحب الخيط وباخد منزلك بعد كده سلسلة باوسع الشغل شوية وباخد العقدة التانية لفع الابرة بابجع للزهرة بتاعتي الفراج اللي عليه الدور وباشتغل البف من سبع سحبات باخد منهم كلهم باقفل عليهم بسلسلة باوسع الخيط شوية وباسحب الخيط بالشكل ده وبعمل العقدة الاولى بروح المكان الغابة اللي انا حددته من على ضهر الشغل بادخل في العقدة من على ضهر الشغل وباخد منزلك بادخل في الحشو لما بين العقدة والعقدة سلسلة وباوسع الشغل شوية وباخد العقدة التانية عملت العقدة التانية لفع الابرة برجع للفراج اللي عليه الدور وباخد بح بوسع الخيط شوية باخد اول عقدة بروح المكان الخامس اللي انا حددته من على ضهر الشغل الحشو اللي ما بين العقدة والعقدة بادخل وباسحب الخيط وباخد منزلك وسلسلة وبوسع الشغل شوية بوسع الحلقة شوية وباخد العقدة التانية بعد ما بشتغل العقدة التانية لفع الابرة برجع للفراج اللي عليه الدور وباخد البف عملت البف بعد كده بوسع الحلقة شوية وبعمل العقدة الاولى وكمان العقدة التانية اللي اني خلصت التشبيك انا محددة خمس اماكن وشبكت في الخمس اماكن عملت عقدتين لفع الابرة عندي الفراج الاخير هاخد في البف الاخير بعد كده عقدتين واقفل بمنزلك كده انا شبكت في المكان ده ها هكمل الواحدة بتاعتي بس شايفة الشكل ايه يبقى فاضل لي احنا قلنا الدور الاول واحدة واحدة الدور التاني بيتكون من وحدتين الدور التالت بيتكون من تلات وحدات ركبنا الواحدتين فاضل الواحدة هنا هاخلص الواحدة ديت وكمان هاشتغل بداية الواحدة التانية ونرجع عشان نشوف تفكيرها ازاي انا كده اشتغلت بداية الزهر الجديدة هنحدد بقى اماكن تشبكة هنشبكها هنا في الوسط ما بين الزهرة دي والزهرة دي العقدة اللي في الوسط الحشو اللي ماسكيها اللي اتنين بعد كده في الحشو دي وفي الحشو دي يعني تلات اماكن تشبيك دي ودي ودي وعشان نبقى ازاي لازم نضيع الشول بالنسبة لنا كده يبقى هو اللي اتجاهنا عشان نشبك فيه بكل سهولة انا عملت اتنين بوفة بعد كده بوسع الحلقة بتاعتي بالشكل ده باخد طرف الخيط وبعمل اول عقد العقدة التانية مش هعملها الا لما اشبك انا قلت اول مكان هنا يبقى من على ضهر الشغل بالشكل ده بادخل في الحشو اللي ماسكيها الزهرتين بالشكل ده وباخد منزلك بعد كده سلسلة بوسع الشغل شوية وباخد العقدة التانية لفة على الاباء بابجع للزهرة بتاعتي الفراج اللي عليه الدور باخد البوف بعد كده بوسع الخيط شوية عشان اخد العقدة الاولى بعد البوف بالشكل ده اروح للمكان التاني اللي انا حددته من على ضهر الشغل في الحشو اللي بين العقدة والعقدة بدخل وباسحب الخيط وباخد منزلك وسلسلة وبوسع الخيط شوية باخد اول عقدة بعد كده لفة على الاباء بابجع للفراج اللي عليه الدور باشتغل البوف بفة على الاباء باخد منهم كلهم باقفل عليهم بسلسلة بوسع الخيط شوية باخد اول عقدة بعد البوف المفروض هم اتنين باخد عقدة وبعدين اروح اشبك في المكان اللي انا حددته من على ضهر الشغل في الحشو اللي بين العقدة والعقدة بدخل وباسحب الخيط وباخد منزلك بعد كده سلسلة بوسع الخيط شوية باخد العقدة التاني لفة على الاباء بابروح الفراج اللي عليه الدور في الزهرة بتاعتي وباخد البوف بقفل عليهم بسلسلة بوسع العقدة شوية باخد اول عقدة وكمان تاني عقدة عشان انا خلصت الاماكن اللي حددتها للتشبيك وهبوح بقى اكمل الزهرة بتاعتي عادي بالشكل ده يبقى انا كملت التشبيك بالشكل ده شافة بدأ يوضح معي ازاي هكمل الزهرة بتاعتي ونرجع تاني كده احنا ركبنا وخلصنا الواحدة التالثة بتاعت الدور التالت يبقى احنا كل دور بنزيد واحدة اول دور كان واحدة واحدة بس الدور الثاني بيتكون من واحدتين بقى في فراج هنا الدور الثالث بيتكون من ثلاث وحدات في فراج هنا الدور الرابع يتكون من اربع وحدات هيبقى في فراج هنا وهيبقى ده شكل الشال المثالث كل ما تكبر كل ما يكبر الشال بس هيبقى عندك فراجات هنا لما تخلص بقى طول الشال اللي انت محتاجاه الفراجات ديت عايزين نسدها هنسدها بنص زهبة. هنشوف ازاي نعمل النص زهبة. اول حاجة هاملها عقدة البداية. بعد كده واحد اتنين تلاتة اربعة. اربع سلاسل بس. ببروح لأول سلسلة. وبياخد منزلك. كده انا افلت الداية. سلسلة واحدة. من داخل الفراغ. باخد واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. ستة وبرز حشو. بالشكل ده. بعد كده. واحد اتنين تلاتة سلسلة بليف في الشغل. وده باعتبر اول عمود في الدور التاني. سلسلة كفرار لفع الابرة. على الجبزة التانية بياخد عمود. سلسلة كفرار لفع الابرة. الجبزة. رقم تلاتة بياخد عمود التالت. سلسلة كفرار بروح الجبزة رقم اربعة. باخد العمود الرابع. سلسلة كفرار بروح الجبزة رقم خمسة باخد العمود الخامس. سلسلة كفرار. وعلى الجبزة رقم ستة بادخل وبياخد اخر جبزة. انا اشتجلت كم عمود? اشتجلت ستة عمود. ما كملتش التمانية. سلسلة واحدة وهلف الشغل. من داخل الفراج باخد منزلكة. بعد كده واحد اتنين تلاتة سلسلة لفع الابرة من نفس الفراج. هسحب الخيط اول مرة. التانية. التالتة. الرابعة. الخمسة. الستة. والسبعة. لفع الابرة. باخد منهم كلهم. وبقفل عليهم بسلسلة. بوسع الخيط شوية بالشكل ده. وبعمل العقدة بتاعتي الاولى. مش هعمل التاني الا لما شبك. طيب نشوف الاول اماكن التشبيك. الاول هنعمل اول فراغ بيقابلنا في الشاعة. شايفة هنا? فاول فراغ هو ده. بعد كده الفراغ ده. بعد كده الوسط اللي ماسك التلاتة. يبقى هنا وهنا التاني هنا التالت هنا الرابعة هنا الخامس. يعني هنشبك من خمس اماكن. وزي ما اتعودنا. بنضيب الشغل اللينا عشان نملك نشبكه. احنا حددنا خلاص الاماكن اللي هنشبك فيه. واحد اتنين تلاتة اربعة خمس. هنشوف دلوقتي. كده عملت عقدة واحدة. بروح على المكان الاول اللي انا حددته. بادخل في جبزة الحشو اللي بين العقدة والعقدة باسحب الخيط. وبياخد منزلكة. بعد كده سلسلة بوسع الخيط شوية. بعمل العقدة التانية بتاعتي. لف على الابة. بروح للفراغ التاني في الزهرة. وبياخد البف. بوسع الحلقة بتاعتي بالشكل ده. باسحب طرف الخيط. بيبقى عندي حلقة. بدخل منها وبياخد حشو. ودي اول عقدة بعد البف. بروح بالمكان التاني اللي انا محددة من على ضهب الشور. بدخل بالابة بالشكل ده. وباسحب الخيط. وبياخد منزلكة. وسلسلة. بوسع السلسلة شوية. بعد كده باسحب طرف الخيط من داخل الدارة اللي عملتها بتاعي. باخد حشو. كده اعملت العقدة التانية. بابجعل الفراغ التالت. اخد البف التالت. بوسع الحلقة شوية. عشان اخد العقدة الاولى. باسحب طرف الخيط. بعد كده من داخل الدارة اللي انا عملتها باسحب الخيط وبياخد حشو. بعد كده بروح المكان التالت اللي هو ماسك القطع التالاتة. شايف الحشو اللي ماسكاهم كلهم. بادخل فيها من على ضهب الشور. وباخد منزلكة. بعد كده سلسلة بوسع الدارة شوية. وباسحب طرف الخيط من داخل الحلقة ديت. باسحب الخيط وباخد حشو. ولفها على الابرة. ببجع الفراغ بتاعي. وباخد البف رقم ربعة. بعد كده بواسع الحلقة شوية. وبخرج من الحلقة اللي انا عملتها. وباخد العقدة الاولى. بعد كده بروح المكان اغراب على اللي انا حددته. شايفها? بدخل من على ضهر الشور. في الحشو اللي بين العقدة والعقدة وباسحب الخيط وباخد منزلك. وسلسلة. وبوسع الحلقة شوية. وبعمل العقدة التانية. لفها على الابرة. برجع للفراغ بتاعي. وباخد بف. وكده انا وصلت الاخر بف. في الوحدة اللي انا بقفل بيها. بوسع السلسلة بشكل ده. وباخد اول حلقة. عملت اول حلقة بس. هبروح المكان الخامس اللي انا محدده للتشبيك. من على ضهر الشورل. وبادخل وباسحب الخيط. وباخد. وانزلكة وكمان سلسلة. وهقص الخيط. مش هعمل العقدة التانية. لاني بعمل نص واحدة. اه. وكده افلنا اول الفراغ. بعد كده كل الفراغات هتقفليها بنفس النمط اللي احنا عملناها. بالشكل ده. هنقفل الجزء ده. الجزء ده كمان. وانه يفجع عشان نشوف الشكل النهائي بتاع النموذج اللي عملناه للشالل وسلس ايه. كده انا عملت الفراج التاني. شايفة? بقى الاستقامة بتاعت الشال من فوق ازاي? لما عملنا. سدينا الفراجات بنص زهرة. زي ما احنا شبكنا. يبقى كده احنا تعلمنا ازاي بنشبك الوحدات بتاعت الشال. وازاي بنسد الفراجات اللي هنلاقيها في الاخر في نهاية الشال. الشال حلو قوي. شكله جميل جدا. طبعا هنا مكان اللولي اللي انت هتلزقيه. او هتخياطيه بابرة الخبز. هنا وهنا وهنا الاماكن اللي هتلزقي فيها اللولي الابيض. بالشكل ده. وبزا حلو قوي. وكمان لو انت سبتيه كده بابضو حلو. الزهرة شكلها حلو قوي وشغله سهل. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا انها ابدأ اتمنى الشبح كان واضح. ولتشغيل عجبك. لو عجبك يا بيت تدعمينا بلايك. وشير ولو جديدة معنا. تشتركي في القناة وتفعل الجرس عشان يوصل للكل جديد. ان شاء الله. منتظرة تعليقاتكم. وكمان لو انت عايزها مستطيل اكتبيهلي في التعليق. وانا ان شاء الله هنفزه. اشوفكم على خير في فيديو جديد. اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة